قصة صعبة الحقيقة وملف شديد التعقيد اخره دعوانا فيه ان الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل واخره دعوانا فيه ايضا كل الامنيات للوطن السوري والشعب السوري المدني البريء الذي لانا قتله ولا جمل فيه كل ما يحدث في انه يعني ينتهي هذا الفيلم نهاية ان شاء الله صعيدة بالنسبة له انا عارف انه عانى الكثير وفيه ملايين اللاجيين والنازحين والمهجرين لكن في النهاية يعني نتمنى نتمنى ان الازمة دي رغم انها ضاقت جدا نتمنى انها تنفرج قريبا الله اعلم كيفها ستنفرج لكن ليس لدينا الا الدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى طيب بسرعة هروح لي بعض الاخبار المحلية منها التصريحات بتاعة وزارة الزراع النهاردة انتوا عارفين حضراتكم من الازمة الشديدة اللي حصلة في السوق المصري واحنا عملناها امبارح في فقرة حوارية كاملة فجرنا فيها الكثير من الموضوعات واوعيت حضراتكم ان احنا مش حنسبها لانه امبارح كانت فيه المفاجأة المدوية اللي صدمتني انا شخصيا بتاع اداء هيئة تنمية الثروة السمكية هيئة موجودة منذ سنوات طويلة ومسؤولة عن كنوز كنوز بصرية اسمها الثروة السمكية عندنا بحرين احمر ومتوسط وعندنا نيل وعندنا اتناشر بحيرة المفروض يبقى احنا الدولة الاكثر انتاجة للسمك في العالم لما يبقى عندنا ازمة في السمك اللي تبقى كارثة بالاضابة بقى لشبه شبهة الفساد اللي اعلن عنها ضيوف مبارع فيما يتعلق ببعض الاستثناءات اللي بتروح لبعض الرجال الاعمال وبعض الصيادين وبعض اللنشات وبتاع يعني قصة اخرى لها علاقة بملفات يجب ان نفتحها النهاردة وزارة الزراعة قالت ان احنا هندخ كميات كبيرة من الاسماك في الاسواق يوم الاثنين اللي جاي هتلاقوا وفقا لكلام وزارة الزراعة يوم الاثنين اللي جاي هتلاقوا سعر كيلو سمك البولتي في السوق 16 جنيه افلحة افلحة انصدق لانه سعر كيلو بولتي اليومين دول في السوق 30 و 32 و 35 جنيه حاجة الحقيقة لا تصدق شيء بالشيء يذكر وانا مش عارف دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة الحقيقة يعني مش عارف اقول برافو ولا اقول ايا يا كسكيليا وزارة التموين النهاردة ايلى ان احنا انتوا عارفين النظام بتاع نقاط الخبز خلاص كلمنا فيه ديشليون مرة وان انت تاخد خبز والخبز اللي ما تاخدوش من حستك حيتبقلك نقاط تروح اسمه ايه ده بقال التموين اللي هو بيبدل النقط تقول له انا عليها 10 نقط هتلي بيهم سمنة هتلي بيهم روز هتلي بيهم سكر خلال الايام اللي جاية هتروح تقول له انا ليه 10 نقط هتلي بيهم يميش رمضان واراسيا لما واخصة ده حلو ولا مش حلو مش عارف بس يعني فاكرين مارلوي بتاعت الشعب مش لاقي عيش ما ياكلوا بسكوي يعني مش لاقيين عيش ما ياكلوا بسكوت ياكلوا مش عارف ما تنسى ليه مش عارف يعني مش عارف افكر ده صح ولا غلط بدل ما نحط سلع اساسيا نحط ياميش رمضان ماشي خلي الناس تفتر ياميش رمضان في رمضان